أهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا النهاردة موضوعنا عن الراحلة مجدد صباحي راحلة مجدد صباحي كان اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي ولدت بمحافظة الغربية طنطب في السادس من مايو سنة 1931 ولدها كان موظف بوزارة النقل حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية ثم بدأت مشوارها الفني في عمر 15 سنة دون علم أهلها عندما اكتشفها المخرج سيف الدين شوئي أثناء زيارتها المدرسية بستوديو شبرة قدم اسماعيل ياسين في فيلم الناصح سنة 1949 كانت دايما بتهرب لحجرتها عندما كانت تعلم أن هناك صحفيين في الاستوديو خوفا من معرفة أهلها ولكن وفقت على شرط بأن يكون اسمها مجدة يعني يكون اسمها الصحفي مجدة أو اسمها في الصحافة والإعلام مجدة علشان ما يوصلش الأهلها اسمها الحقيقي أو إنها بتشتغل بالفن بعد كده وحينما علموا أهلها يعني أهلها لما علموا بالخبر أصروا على قتلها وباباها كان يعني عايز يطلق والدتها وبالفعل طلقها وترك المنزل ولم يعود إليه مرة أخرى الفنانة مجدة تزوجت من الفنان إيهاب نافع وفي نفس الوقت كان زابط مخابرات معروف وطيار معروف في الوقت ده من أهم أسباب احتيقار السينما العربية كانت الفنانة مجدة لأن هي كانت من أحد المنتجين الكبار أنتجت حوالي عشرين فيلم مثلة مصر في العديد من المهرجانات العالمية أهم دور أدوارها أو أهم دور من أهدوارها كان الجميلة بحريد وغير هذا الفيلم حياتها وطلب بعض السياسيين الفرنسيين بإعدامها ومحاولة لاغتيالها وبالفعل تمت محاولة لاغتيالها في لبنان وكمان عملت فيلم أين عمري تزوجت مرة واحدة فقط في حياتها من الفنان إيهاب نافع سنة 1963 ولها ابنة واحدة وهي غادة نافعة بعد كده اعترفت أنها أخطأت في حقه لأنها لم تتزوج بعده مرة أخرى رفضت الزواج من يحيا شهين وده طبعا كان ممثل قيم جدا في الوقت ده قام أحد الأشخاص والذي كان يعمل جرسون بالنصب عليها في مبلغ 20 ألف جنيه لأنه تقدم بلاغ بعد كده بيفيد أنه إدها بقيت مستحقتها وده كان تقريبا في 2015 وقامت غادة نافع بنتها بعد كده بالحجر عليها للتصرف في ممتلكتها ورفضت اتهامها بالجحود بعد كده سبب رفع القضية هو اللي حصل أنه يدحك عليها في 20 ألف جنيه فاعتبرت أني الفنانة مجدة كبرت في السن وما بقيتش قادرة أن هي تتصرف أو تفكر علشان كده قامت بقضية الحجر عليها الحقيقة أن غادة نافع في البداية أنقرت الموضوع أنقرت أن هي قامت بالحجر على أمها ولكن ظهرت الوصائق بعد كده اللي بتفيد أن هي بالفعل حجرت عليها أو عملت محضر بالحجر عليها ورفعت كمان قضية بالحجر على أمها ودلوقتي هنشوف صورة من المحضر ده وصورة من ادعاها أن هي ما بقيتش قادرة على التفكير أو ما بقيتش قادرة على التحفز على أموال علشان كده قامت بالحجر عليها الحقيقة كمان أن لما أنقرت الفنانة غادة نافع وطلعت في أكتر من برنامج تلفزيوني تنكر حقيقة الحجر ولكن ظهرت بعد كده وصائق بتفيد أن هي بالفعل قامت بتحرير محضر ضد أمها أن هي قامت بتبديد مبالغ مهولة من صروة أبيها وصروتها وبعد كده كمان المحضر بقى قضية كبيرة وزي ما احنا شايفين دلوقتي دي أحد الوصائق اللي بتدل على الحجر تمام؟ ودي كانت تقريبا في شهر ستة ألفين وخمستاشر كمان من أحد الأشياء اللي حصلت أو أحد الحوادث اللي حصلت للفنانة مجدا قيلة إن هي مثلا يهودية وكمان ده كان بسبب إن هي كانت قد سكنت أو تعرضت لإشاعة إن هي يهودية بسبب إن هي سكنت مرة في شقة الشقة دي كانت تبع السفارة اليهودية أو الإسرائيلية بعد كده بدأت الإشاعة تكبر وأكدت الإشاعة دي كمان إن هي كان بتدرس اللغة العبرية الفنانة مجدا عملت حوالي 200 فيلم منهم أين عمري ده كان مع زاكي رستم وكمان إن الدهى ده كان مع شكري سرحين وكمان كان مشارك في الفيلم ده زوجها الفنان إهاب نافع من المعروف كمان إن من أهم أفلامها كان فيلم دهب مع الفنانة يا فيروز وكمان عملت فيلم اسمه أنف وسلاسة عيون والفيلم ده كانت طالعة فيه بدور مختل عقلياً أو عندها انفصام في الشخصية إن هي كان تقريباً عندها ثلاث شخصيات في المسلسل وكل شخصية بتتمحور حواليها قصة طويلة وفي الفيلم ده كانت متزوجة ثلاث رجال في آن واحد الفنانة مجدا كانت متزوجة من الفنان إهاب نافع وإهاب نافع ده كان ليه قصة كبيرة جداً ومش كل الناس عارفها الفنان إهاب نافع كان شغال في المخابرات أو مع المخابرات المصرية الفنان إهاب نافع كمان كان عميل مزدوج ما بين المخابرات المصرية والمخابرات الإسرائيلية هنعرف شوية معلومات دلوقتي عن إهاب نافع وبعض الكلمات أو بعض المدونات اللي دونها في قصة حياته الحقيقة أن الفنان إهاب نافع كتب قصة حياته في كتاب أو زي مذكرات كده ليه والكتاب ده تتعرض أكتر من مرة على المخابرات المصرية علشان يوافقه بإصدار الكتاب ده وفي الآخر بعد تفحيص كبير وتمحيص عظيم بدأوا أن هم ينشروا المذكرات بتاعته طبعا بموافقة عمر سليمان هنتكلم للوقتي عن نفذة عن الفنان إهاب نافع وإزاي إن هو التقى بالفنانة مجدة وتزوجة وإيه أسباب الانفصال كمان دي كلها كانت حاجات ذكرها إهاب نافع في المذكرات اللي عملها إهاب نافع كان طيار وكان أي حد بيكلمه بيعرف نفسه إن هو طيار وفنان في نفس الوقت وده كان دايما بيحب يعتز أوي بوظفته قيلة إن هو كان صديق شخصي لرقفة الهجان ولد بالخاهرة وتخرج من الكلية الجوية سنة 1955 ومارس عمله كطيار مقاتلات تزوج أكثر من مرة ولكن أشهر زوجاته هي الفنانة مجدة والتي أنجب منها ابنتهما الفنانة غادة نافع وتزوج أيضا من أجنبيات أشهرهم أرمدت رجل مخاورات رفعة الجمال عمل أيضا منتجا في التلفزيون مثل العديد من الأفلام خارج مصر زي في طريقي رجل وطريق بلا نهاية اسمه إهاب محمد إهاب نافع من موليد حي المسك بالكاهرة سنة 1935 اتخرج من الكلية الجوية سنة 1955 وعمل طيار قدم أول بطولات سنمائية سنة 1963 في فيلم الحقيقة العارية بجانب الفنانة مجدة الصباحي طبعا فيلم الحقيقة العارية ده معروف وكل الناس تقريبا يتفرجوا عليه كان فيلم جميل جدا كمان بيقولولي إن كلما التقى بيقول لي مجدة معجبة بك يعني كان دايما كان فيه واحد من أحد منتجين اسمه تاكفر أنتونيان كان بيقول له كل ما يشوف الفنانة مجدة معاه يقول له دي معجبة بيك وكان بيقول كمان إن هو خطبها والخطبة دايمة شهرين بعد كده تجاوزه قالت الفنانة مجدة إن هو كان إن هي تعرفت عليه وبعد كده كان بيطردها دايما وكمان بتقول إن هو كان مرة كان بيحاول إن هو يوصلها للمنزل بالسيارة بتاعته وقعد في السيارة لمدة 3 ساعات حكالها عن خلافها قصة حياته وكمان حكالها مدى إعجابه بها وطبعا القصة دي تأنكرها إهاب نافع في مذكراته بالعكس هو قال إن هي اللي دايما كانت بتطرده اتجاوز الفنانة مجدة سنة 1963 وأنجم منها البنوتة اللي هي غايدة نافع بيقول عن فترة ارتباطه بمجدة في مذكراته الحقيقة إن مجدة كانت دائمة التدخل في عملي وهو ما كان يسبب لي مشكلة كبيرة وخصوصا في التمثيل بعد ذلك بأربع سنوات حدثت قصة خروجي من مصر لأنني لم أكن أستطيع العودة بسبب خلافات مع القيادة السياسية فعشت في بيروت وظلت هي في القاهرة ورفضت الحياة العائلية مع ابنتها وفضلت الأضواء والشهرة ولم يكن ذلك مناسبا لي فانفصلنا قالت مجدة أنا منصمم على الانفصال لأنه كان دائم السفر بجانب عمله كطيار قبل اندماجه في عالم الفن وقالت كمان إن كانت إنها كانت تريد زوجها بجانبها وإنها احتاجت له تجد بجوارها والكثير من الناس فصر انفصلنا وقت بسبب غيرتي الشديدة عليه لوثماته الشديدة وهذا غير صحيح بالمرة فأنا لدي من الثقة والاعتزاز بنفسي ما يحول دون ذلك بعد فترة من الطلاق بدأوا إنهم يرجعوا أصدقاء تاني وعملوا فيلم نديها مع بعض بعد كده استكملا لحياة إيهاب نافع إنه تزوج بعد ذلك من سيدة أسترالية تعرف عليها في بيروت وأنجب منها طفلين هم زكريا وجوهرة وعيش في أستراليا فترة شارك خلالها في أعمال سينمائية اتجوز بعد كده صحفية خليجية بعد كده سيدة أمريكية من أصل ألماني اتعرف عليها في اليونان وبدأ يتعرف على سيدة أردنية وتزوجها ومن أشهر زيجاته زواجه من فالترود بيتون أرملت رجل المخابرات رفعة الجمال والمعروف باسم رقفة الهجان ونفصل عنها بعد سبع سنوات من زواجهم قال في مذكراته إنه تجوز فالترود حفاظا على سمعتها لأن بعض الناس ذكروا أنها يرافقها فلم يجد أمامه سوى أن يتزوجها وقال إنه طلقها بسبب استلاقها على أمواله وكمان بعد كده طلقها وانفصلوا أيضا كان كثير ومتعدد للزيجات بشكل كبير جدا قال في مذكراته كمان إنه استطاع إقناع إسرائيل بأنه عميل مزدوج كان صديق لقائد القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت عزرا وايرزمان الذي أصبح رئيسا لإسرائيل فيما بعد وكان يسهل دخوله لإسرائيل قال أيضا إنه كنت صديق لعزرا وايرزمان قائد القوات الإسرائيلية الذي أصبح رئيسا لإسرائيل فيما بعد وهو من موليد حي الموسكي بالكاهرة زي ما ذكرنا من شوية قال إنه قام بتوصيل خطاب سري للرئيس الراحل محمد أنور السادات من والتر مونديال رئيس الكونجرس الأمريكي في ذلك الوقت تؤكد في الإدارة الأمريكية تعويض السادات عن كل التنازلات التي سيقدمها لإسرائيل مقابل اتفاقية كام ديفيد طبعا إحنا مش عارفين كل المعلومات دي صحيحة ولا لأ بس دي المعلومات اللي كتبها اشتركوا في القناة